أشرت إلى محافظة إنا في صعيد مصر وقلت أنه عدد السكان حوالي 3 و 2 من 10 مليون مواطن وبيروحوا محافظات أخرى عشان يشتروا منها من لقصر من المينيا وأسوات يعني هل أفهم من ده أنه عندكم قطة نية أنكم تعملوا حاجة مركز لوجستي في منطقة لوجستية في قنة مثلا نعم يا فنم الحقيقة يعني زي ما قلت فترة من الزمن تم إهمال مناطق معينة في مصر حتى لما بتتكلم على التنمية المستدامة ومعدلات نمو والاقتصاد فعادة اللي بيستفاد من هذا النمو شريحة قليلة في محافظات قليلة إنما الكاسكيدنج إفاكت بتاع النمو لا يصل إلى المحافظات في جنوب مصر ودايماً هتلاقي كده إن الشمال في كل الدول أكثر نمواً من الجنوب فالحقيقة طبعاً هناك الحقيقة التوجه وأنا بقالي يعني تلات أسابيع كنت في جولة في الصعيد نعم يا فنم كنت في جولة في لقصر وإنة ثم هناك جولات أخرى في باقي دول محافظات مصر بالحقيقة فضلاً عن جولة خارج مصر لمحاولة لعرض الجهاز وما لديه من فرص استثمارية نحن لا نطرح أراضي نحن نطرح فرص استثمارية طب نتكلم على النقطتين عفواً على القطع دكتور إبراهيم نتكلم على النقطتين إيه اللي خرجت بي من جولتك الداخلية في لقصر وإنة وخليني بعدين أسألك إيه اللي هتطمح له من جولتك الخارجية نحن عندنا مجموعة من الفرص استثمارية المتاحة في محافظات الصعيد الحقيقة وتم تخصيص أراضي للجهاز بمساحات مختلفة في لقصر وإنة الحقيقة كانت الزيارة الأولى لها منذ تولي إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن أطلع أطلع على هذه الفرص على الأرض لقصر مدينة سياحية عظيمة ويمكن أنا سبق وعملت في السياحة والاستثمار فترات طويلة فبالتالي تجربتي وخبرتي السابقة بحاول أوظفها في صالح التجارة الحقيقة لما طلعنا لقصر عندنا مساحة بجانب المطار منطقة الحقيقة من أفضل المناطق اللي هي ممكن توطن استثمارات سواء في قطاع التجارة الداخلية من مناطق لوجستية أو من أسواق تجارية أو مراكز تجارية حقيقة الظهور بتاعنا في هذه المحافظات بيخلينا أقول إيه؟ أنا أفضل نوع من الاستثمار في هذه المنطقة وما يناسب هذه المنطقة طبقاً ليه المؤشرات الاقتصادية والتوبغرافية والجغرافية بتاعتها يعني مثلاً زي ما قلت لقصر مثلاً محافظة جاذبة للسياحة فهي محافظة سياحية هل لك أن تعلم أن لقصر مفهاش منطقة لوجستية؟ هل لك أن تعلم أن لقصر مفهاش مركز تجاري كبير؟ هل تعلم أن معظم الأسواق في لقصر أسواق يعني غير منظمة وأسواق عشوية؟ طب أما أنا الأوان أن تكون لقصر عروس السياحة وعاصمة الثقافة في العالم أن هي يوطن فيها استثمارات سواء في مناطق لوجستية أو مناطق لوجستية طب فيه جدوة اقتصادية منها نعم يا فانت طبعاً الحقيقة هذه الصناعة لها التجارة الفترة بتاعت أنك أنت تتحصل على استثماراتك بتبقى فترة قصيرة مش كبيرة يعني دورة رأس المال قصيرة مش كبيرة تي واحد التاني أن هي صناعة ماس صناعة كبيرة جداً معدلات الاستثمار فيها خلي بالك إحنا من الحاجات المميزة في جهاز تجارة أنه هو ما بيبيعش الفرصة الاستثمارية يعني ما بيبيعش الأرض بتدي الأرض بنظام حق انتفاع حتى 75 سن فبالتالي الجزء الأكبر من الاستثمارات بيتم ضخها مش في شراء أرض إنما في تشغيل في تنفيذ استثمارات فبالتالي ما رأيته في الأخصر وما رأيته في إنا أنهما محافظتين يستحقوا حجم استثمارات كبير لو حدث هذا خلال الفترة البسيطة القادمة أنك انت وطنت استثمارات يعني مثلاً عندنا في محافظة الأسر عندنا 20 فدان في منطقة يعني استراتيجية لو عملنا هناك منطقة لوجستية ومركز تجاري كبير فانت هتخلي هناك طلب كبير وحيصبح عندك سوء منظم في الأسر نفس الحكاية في إنا يمكن الأسر بنتكلم تقريباً على 1 و 2 من 10 أو 1 و 4 من 10 مليون مواطن أما في إنا بنتكلم على 3 و 2 من 10 مليون هتلاقي كلها دكاكين صغيرة تخيل لو أنت بقى عندنا مثلاً في إنا عندنا منطقة 26 و 5 فدان وعندنا منطقة قريبة من نجا حمادي 5 فدان لو خدت الخمسة فدان دولت وسحبت الكثافة بتاعت الأسواق العشوائية من نجا حمادي حطتها خارج نجا حمادي في مساحة قريبة جداً وعملت أسواق منظمة تخيل إيه اللي ممكن يحصل لو خدت الـ 26 فدان اللي موجودة على الطريق بعد ما تعدي إنا من الشرق إلى الغرب عن نيل عندك مساحة كبيرة جداً عندك 26 فدان في طرق ممتد وإن حيث أنا عايز أقول بقى حاجة مهماوي عمر التجارة الداخلية ما هتنمو إلا ما يكون عندك طرق وطرق الحقيقة يعني كويسة من حيث الجودة ما أزهلني يعني آخر مرة روحت الصعيد وأنا مساعد أول وزير الاستثمار كان ما قبل 25 يناير الحقيقة لقيت طرق عظيمة جداً شبكة الطرق في منتهى منتهى الجمال فبالتالي والأراضي والمناطق والفرص دي على هذه الطرق مباشرة فبالتالي هتقدر دخول وخروج البضاعة من مراكز ومناطق لوجستية هيكون سهل ما أنتش هتمشي في مدأ أو في طريق غير مرصوف لا الحقيقة كافة الفرص الاستثمارية الموجودة والمتاحة على الطرق الرئيسية ترجمة نانسي قنقر